تأكيد حكومي يقابله تأكيد آخر من ميليشيا الانتقال على الالتزام الصارم باتفاق الرياض يأتي ذلك على وقع اشتباكات مسلحة دارة الخميس بين سرية تابعة لللواء الأول حماية رئاسية وميليشيا الانتقال في مدينة أحور تسببت في وقوع قتل ومصابين من الطرفين في تصعيد هو الأخطر يهدد بنسف الاتفاق الذي ترعاه السعودية المتحدث باسم الحكومة نفى بشدة وجود تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة ضدا على ادعاءات بهذا الشأن صادرة عن المجلس الانتقالي موضحا أن سرية تابعة لللواء الأول حماية رئاسية نص اتفاق الرياض على عودته بالكامل إلى العاصمة عدن هي التي تحركت نحو عدن بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي واتهم الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي باعتراض هذه القوة قبل وصولها إلى شقرة في محافظة أبيان مشددا على أنه ليس من حق الانتقال أساسا أن يعترض هذه القوة أو يطلق النار عليها وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق وفي المقابل صعد المجلس الانتقالي من مواقفه معلنان التمسك بما أسمى حقه في الدفاع عن أرضه وقدرته على التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التمس الحالية ودعوته كذلك قوات الحماية الرئاسية للانسحاب الحكومة والمجلس الانتقالي وعبر المتحدثين باسميهما أبقى على ولائهما الكامل للرياض وثقتهما بقدرتها على تجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في ظل صمت غير مفهوم من جانب راعي الاتفاق حتى اللحظة وفيما تنقض المهلة المقررة لتشكيل حكومة المناصفة الجهوية التي نص عليها اتفاق الرياض دون أن ترى هذه الحكومة النور لارتباط خطوة كهذه بعودة الرئيس هادئ إلى عدن وقبل ذلك تموضع لواء الحماية الرئاسية في عدن يتفانى الانتقال مدفوعا من أبوظبي كما يرى المراقبون في إفشال هذه الخطوة التي ستنقل الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ العملي على الأرض وفي ظل هذه المراوحة لا يبدو أن حضور اتفاق الرياض أكثر من تلك التي واجهت وتواجه اتفاق الحديدة الذي حول أكبر مدينة على الساحر الغربي للبلاد إلى منطقة تماس مكدسة بالألغام والخنادق والبنادق المفتوحة على مواجهات جديدة ترجمة نانسي قنقر